رمي لهم طعم النصب والاحتيال فأكلوه ثم نصب عليهم بنحو مليار دينار مئة موظف ومتقاعد تقريبا من بغداد وقعوا ضحية نصب واحتيال من شركة تمنح سلفا مالية وفق نسب محددة فتبين بعدها أن الشركة سرقت الأموال بخطة مرسومة وهربت وفق حديث المنصوب عليهم نحن عددنا من 105 إلى 200 واحد اللي بينا متقاعد، اللي بينا منتسب، اللي بينا ضابط، اللي بينا هواي عالم به ويكون محافظات اللي جاء من المنصر، من البصرة، من العمارة المهم على أساس سلفا، سلفا ضحك قفصوا علينا رحنا جبنا فلوس اخذوها من عندنا منانا وإحنا إحنا قاعد نركض وراء ذولا، ما يكون لحدنا هنا نتيجة مع اخذوها من عندنا على أساس معاملة يساون معاملة ونزول لك سلفا على حسابك الفلوس اللي جبناها من الناس اخذوها من عندنا ولا سلفا ولا وسحنا ماشا علينا استقطاع هاي العالم كلها علي استقطاع اللي عليهم 250 على الماستر وما مرتبين شغلهم يعني عندهم مندوب، عندهم سيارات وهاي أرقام السيارات موجودة الموظفين كلهم صوريهم يعني فإن شاء الله مرتبة الله كيفي لك هاي أضبط من الإرهاب ضحايا عملية النصب يأتخوفون من مصيبة أكبر قد تحلوا عليهم فبعض بطاقة الماستر كارد والمستمسكات واسندات البيوت للضحايا ما تزالوا عند الشركة يخشون من استخدامها في عمليات أخرى كما يقولون والأجل ذلك كله يناشدون صعدنا كنا منصات وقاعد يقطعون برواتبنا هسة بس الريد هسة حل يعني المستمسكات مالتنا كلها موجودة هناك زيان المؤسرات الدنيا هسا نخاف هسا باشع لك ما كل شي يساون هم مشاركات وهمية الناشط رئيس الوزارة الحمد الشعاع السوداني المحترم من خلال الجهات المختصة أنه يتابعون هذا الموضوع وبعد الحادثة تمكن المنصوب عليهم من العثور على أحد أفراد الشركة وتسيمه إلى القوات الأمنية كأول خيط للوصول إلى العصابة حسب وصفهم يتحركون على من سرقهم وينتظرون من الجهات المعنية التحرك الأكبر لإرجاع حقهم من العاصمة بغداد بدر الركاب التغيير تغيير